يعني بحكم اه ان انا يعني في عمارة فيها كابتن صالح مساكنين مع بعض بتربي مع ولاده. هي جات بالصدفة ادخولي كورة. انا كنتش لالها في كورة ولا في غيره قوي يعني. لكن الراجل جارنا. كانش فيه زمان موبايل. فبعت الصف راجل اللي عنده. فطلبني. فانزلت له عشان ازاي انا اقدر ساعد النادي الاهلي. فيما يخص. انا جايبين مدرب الماني ما بيكلمش غير الماني. وانا راجل خريج من رأسي الماني. فطلب مني كاب ان ازاي يساعده. طوله انا مش فهم حاجة اللي حضرتك عايزه انا اعمله. فطلب مني ازاي انا قوم بتوصيل المعلومات للمدرب ولللعيبة. يعني عشان خاطر النادي الاهلي. هزا الرجل اللي تعلمت منه هو اسم على مسمى. هو صالح وسليم. اتنين. يعني فعلا راجل عن حق. تعلمت منه ازاي المبادئ والاحترام والرجولة صاحب موقف. وما يجيش على كرامته ابدا. ابدا. ما شفتش كده. هرم من الاهرامات اللي لا يمكن تعودها. هرم رابع في مصر. ولما دخلت المنظومة بتاعة النادي الاهلي كرياضة بقى تعلمت برضو. شفت النجوم مصر ازاي بيحترموا هذا الكيان. وازاي بيقدروا هذا الكيان. وازاي بيموتوا عشان الفانيلا اللي اللابسينها دي. بكل ده جايب منين؟ من الادارة. ازا الادارة سليمة كل المنظومة تبقى سليمة. واحد زال الله ارحمه كابتن سابت البطل برضو. اسم على مسمى سابت وبطل. ما يتعوضش. اسماء كتيرة جدا. لكن انا تعلمت منهم مبادئ معينة. ونظام معين. رولز معينة. سيستم معين. مفوش تعيير. مهما يدرقى البناد ما هو على سيستم واحد. ده السيستم العالمي. ده راح. ده جايب. ماشي على نظام معين. فالحية رحمة الله على كابتن سالح وكابتن سابت البطل. يكفي ان انا اتعرفت عن طريق النادي الاهلي. صراحة. انا مكنتش في الرياضة مش معروف. عادي خالص. لكن اتعرفت عن طريق النادي الاهلي وانتشرت تليفيزيون وآآ صحافة وآزاعة وسفريات بلاد عمر ما كان يجي في بالي موزنبيق لبروندي ولرواندا. اتعلمت وخدت الخبرات كتيرة جدا. لهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كان ليا حظ في في الموضوع ده. الحمد لله رب العالمين. ترجمة نانسي قنقر